أهلا بحضراتكم شاهدين ولقاء يتجدد على أرض مصر وعلى أرض مصر عدد كبير من المبادرات الرئاسية ويمكن على رأس هذه المبادرات واللي يمكن تعتبر من المبادرات الفريدة منها مبادرة حياة كريمة ومن مبادرة حياة كريمة خرج من رحمها عدد كبير من المبادرات الإنسانية النهاردة هنتكلم عن هذه المبادرات وأهمية المبادرات الرئاسية وتأثرها ايه على المجتمع المصري مساعدنا يكون فيديو فتنة النهاردة الأساس دكتور مهندس محمد جمعة فرحات مدير أحد مشروعات حياة كريمة بمحافظة القليوبية برحب بحضرتك وأهلا بك معنا يا دكتر أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك هل نتكلم بداية عن أهمية المبادرات الرئاسية وتأثيرها على المجتمع المصري في البداية أنا برحب بحضرتك طبعا وبرحب بالسادة المشاهدين وإن شاء الله تكون حلقة قوية ومفيدة إن شاء الله رب العالمين وأكون خفيف يعني على السادة المشاهدين طبعا إحنا في برنامج على أرض مصر إن شاء الله من اسم البرنامج هنبدأ نتكلم عن الإنجازات الحائية اللي موجودة على أرض مصر وبداية المبادرات الرئاسية المبادرات الرئاسية اللي تبناها سيادة الرئيس أو أطلقها سيادة الرئيس كانت الحيئة يعني شكلت نقطة فارقة ومضيئة في المجتمع المصري المبادرات هي حققت التكامل والتنسيق والدعم لجهود الحكومة المصرية المبادرات الرئاسية حققت العدالة الاجتماعية لجميع فئات الشعب المصري حققت التنمية المستدامة بشكلها الشامل للشعب المصري حققت الحياة الكريمة للشعب المصري حسنت جودة حياة الإنسان المصري في المجالات كلها زي ما هنتكلم دلوقتي إن شاء الله خليها نطبق ده عملي نلتقها بمبادرة أنت الحياة وزي ممكن مبادرة أنت تبنتوها وبتنبسك من مبادرة حياة كلي الحياة فاندم يعني من اسمها أنت الحياة أو أنت الحياة أو إحنا كلنا يعني هي بتخاطب الإنسان المصري لأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وهو يعني نقدر نقول عليه آيكونة انتصاراته وآيكونة مجد فمن هنا بنهتم ببناء القيادة السياسية اهتمت ببناء الإنسان المصري فمبادرة أنت الحياة دي منبسقة من المشروع العالمي مشروع حياة كريمة اللي هو اللي أنا بسميه العبور التالت لمصر اللي هو حلم الشعب المصري كله اللي الشعب المصري الحلم اللي حلمه على مدار السنين شايفه بيتحقق فأطلق من مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة أنت الحياة هي المبادرة الأولى من نوعها مبادرة توعوية لجميع الأسر مصرية للمرأة للأطفال للشباب لكبار السن مبادرة أنت الحياة فيها أنشطة متعلقة بالإرشاد الأسري بتحقق التنمية للمجتمع المصري كله وتنمية لما نقول تنمية الإنسان يعني تنمية الأسر المصرية يعني تنمية المجتمع المصري كله لأن الأسر المصرية هي نواة المجتمع المصري يعني هي في البداية هي بتبقى للتوعية ده من خلال بقى طرق الأبواب ولا ندوات ولا تفعيلها بيكون ازاي شوف فاندم مبادرة أنت الحياة جزء منها توعوي زي ما أنا قلت لحضرتك توعوي لجميع فئات الأسرة المصرية رقم اثنين جزء منها ورش عمل ورش عمل للمرأة ورش عمل للأطفال جزء منها قوافل طبية فيه قوافل نزلت فيه كشف فيه عمليات للي محتاجين عمليات جزء منها تعليمي هي بتخاطب جميع مستويات المجتمع سواء تعليمي سواء صحي سواء ثقافي سواء اجتماعي بتعمل زي ما قلت لحضرتك للمرأة المصرية عملت ورش عمل لها بتدربها على الحرف اليدوية بتخلي المرأة المصرية زي ما نقول بعد كده منتجة بتعمل معارض لها فهي بتمس حياة الشعب المصري بتقول للمصريين أن مبادرة حياة كريمة اللي تنفزت بالمشروعات دي احنا بنتبق بقى المشروعات دي وبتيجوا انتوا بتحتفلوا بمشروعاتكوا وبتشتغلوا في المشروعات دي ده جميل جدا ده على مستوى الأليوبية ولا الغربية ولا على جميع مستوى جمهورية هي مبادرة أنت الحياة هي انطلقت في شهر تمانية عشرين اتنين وعشرين بمحافظة الفيوم ثم شهر تسعة عشرين اتنين وعشرين بمحافظة الشرقية ثم شهر اتناشر عقب مؤتمر المناخ اتعقدت في المحافظة المينيا ثم المرحلة الرابعة كانت خلصانة لسه ستة اتنين بمحافظة الغربية وما زال جميل يعني زي القطار كده ومشي في جميع المحافظات المحافظات اللي فيها مشاريع حياة كريمة وشغال فيها مبادرة أنت الحياة ان شاء الله اتغطي جميع المحافظات وإن اللي تم إنجازه على أرض الواقع حتى الآن في هذه المبادرة أنت الحياة من سواء كان في الفيوم يعني حقا قلت ان انتوا اعملتوا دربتوا مجموعة من السيدات على الحلف اليدوية مزبوط ده في جميع المحافظات اللي روحتوا فيها في الأربع محافظات نفس الشغل إن احنا مثلا بالنسبة لملف المرأة المصرية وطبعا يعني أحب أبدأ بالمرأة المصرية لأن المرأة المصرية هي يعني نصف المجتمع وهي أم وزوجة وأخت للنصف الآخر في المرأة المصرية أنا باعتبرها كل المجتمع فلها كل التحية وطبعا يعني أهمية المرأة المصرية في بناء الأسرة المصرية أهمية كبيرة طبعا فالمرأة المصرية إحنا زي ما قلت لحضرتك إحنا حصل في مبادرة أنت الحياة ورش عمل بنعلمها مشروعات صغيرة ومتهناية الصغر زي مثلا بنعلمها حرف يدوية أن المرأة المصرية وهي في البيت تقدر تعلمت مثلا الخياطة تعلمت التطريز تعلمت مثلا عمل السجاد تعلمت 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 وبعد ما تعلمت بدأت تنتج فإحنا يعني دور المبادرة أن هي حولت أن المرأة المصرية وبذات المرأة المعيلة يعني من متلقية للدعم إلى سيدة منتجة جميل وده فعلا ده الهدف بالضبط ده مهم جدا فرقم واحد رقم اتنين طبعا ده عمل رفع مستوى المعيشة بالنسبة للسيدات هل بتسهلوا كمان في العمل بالنسبة لهم بعد إذا لو محتاجين مثلا قروض هل بتسهلوا لهم طبعا قروض هل فيه تفاعل مع وزارة التضامن اه بالضبط ومؤسسات الدولة وزارة التضامن وزارة الكوى العاملة عاملة قروض بتصل من 4000 ل2000 ألف كأدوات بحيث أن السيدات تشتريها وتساعدها في العمل ثم المنتجات اللي بتعملها الدولة برضو بتعمل بالتعاون مع وزارة التنمية ووزارة التضامن ووزارة الشباب بتعمل معارض في جميع المحافظات لبيع هذه المنتجات وطبعا بيتعمل برضو برامج توعية لإهتمام بصحة المرأة يعني البرنامج كله شامل برنامج مستدام شامل جميع النواحة ده بالنسبة للمرأة نيجي مثلا بالنسبة للأطفال يعني احنا بدأنا بالمرأة نتكلم على مستوى الأطفال الأطفال طبعا دول المستقبل فإحنا لازم يعني زي ما بنعلمهم الدين بنعلمهم حب الوطن بنوعيهم بنعلمهم إزاي يكونوا قادرين على الابتكار بنوسع الخيال بنعلمهم رياضة بنوجههم أمور دينية أمور ثقافية بنقولهم كصص نجاح زي بنوريهم الأبطال زي محمد صلاح زي الدكتور مجدي عكوب بنوجههم للطريق الصحيح تمام يعني زي ما حقا قلت احنا بنعمل بناء للإنسان تمام يعني ده استكمال بقى لفعلا لمبادرة حياة كريمة المبادرة حياة كريمة بالإضافة أنها بتبدي الحجر والأرض والبنية التحتية كمان بتبني الإنسان فانتم بتسهموا كمان معا طبعا طبعا ده استكمال استكمال لمشروع حياة كريمة طب هل على استراتيجية معينة الحياة بتحدد ازاي السيدات والأطفال واللي هما بتتعاملوا معاهم الجمهور المستهدف بتاعك هو الجمهور المستهدف لما نقول إن المشروع ده يعني بفضل الله يعني مشروع مستدام مشروع بيمس جوانب الحياة للأسرة المصرية كلها بحيث إن إحنا مش بنستهدف شريحة بعينها لا ده المشروع بيستهدف كبار سن إن إحنا بنوفر لهم الحياة الكريمة بيستهدف الشباب الشباب المصري بيوفر له فرص عمل بنعلمه بندربه بنستهدف المرأة المصرية بنستهدف الطفل بنستهدف زاويل همم بتتم دعوتهم ولا أنتوا اللي بتروحوا له بنروح بنروح في الكرة اللي إحنا شغالين فيها المشاريع بنروح في قلب الكرة جميل طيب خلينا نتكلم بقى على الأماكن اللي أنتوا فعلا بدأتوا فيها سواء كان في يوم غربية اليوبية أيا كان المحافظات اللي جبتم فيها بدايتها كمان كان معاها مبادرة حياة كريمة خلينا حاجة عن إنجازات اللي تمت في هذه المبادرة كمان مشروع حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والعشوائيات يعني ده ترسيخ لمفهوم العدالة الاجتماعية اللي نص عليها الدستور في المادة 8 والمادة 27 إن إحنا بنوفر الحياة الكريمة لجميع فئات الشعب المصري بمعنى كان لفترات طويلة إن الخدمات مقتصرة عن المدن كانت الكرة بتعاني العشوائيات الموضوع صعب جدا فبدأ اتقسم مشروع حياة كريمة لثلاث مراحل أول مرحلة استهدف نسبة الكرة الكرة اللي نسبة الفقر فيها من 70% فيما أكثر طيب المرحلة الثانية من 50% ل70% نسبة الفقر المرحلة الثالثة أقل من 50% فإحنا ترجطنا على المرحلة الأولى اللي نسبة الفقر فيها أكتر من 70% ده طبعا بناء على بيانات من الجهاز المركزي للتعباء العامة والإحصاء والتنسيق مع الوزرات اتقاس نسبة الفقر إزاي بقى عن طريق الخدمات اللي موجودة إن ما فيش تعليم ما فيش صحة ما فيش مدارس ما فيش مستشفيات ما فيش صرف ما فيش مية في مشاكل كبيرة جدا فالمشروع الحقيقة غطى جميع الجوانب غطى الجانب التعليمي بدأ يبني مدارس غطى الجانب الصحي بدأت وحدات صحية والقرى الكبيرة اللي ليها توابع بدأت عمل في مستشفيات غطى البنية التحتية كلها البنية التحتية الصرف الصحي المية الاتصالات الكهرباء طبطين الترع يعني خلينا نتكلم شوية بالأرقام فاندم لأن لغة الأرقام هتقرب المسافات لما نقول مشروع حياة كريمة بيستهدف تغيير حياة 60 مليون مصر الأفضل 60 مليون مصر خلينا نعد كده كذا دولة لما نجمع كذا دولة عشان نوصل 60 مليون ده احنا بنستهدفه في مشروع واحد رقم اثنين مشروع كان بادئ بحجم استثمارات 700 مليار ده عدل تريليون جديد تعالي نشوف بقى التريليون جنيد ده الرقم عامل ازاي في مشروع واحد رقم ثلاثة لما نجي نشتغل مثلا في الصرف الصحي احنا عملنا صرف صحي إلى 1500 قرية بنينا 150 محطة معالجة صرف صحي بتعالج مياه الصرف الصحي يعني في المرحلة الأولى بنعالج 2 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي في المقابل وإحنا بنشتغل الصرف الصحي بنشتغل مشاريع مياه الشرب احنا القرى ديات كانت بتعاني إن المياه مسكة بتوصلها ساعة في اليوم بس وانقطاع للمياه كانت بتعاني خلينا بس في المياه كانت بتعاني مثلا إن المياه مش كويسة احنا عملنا 3000 كيلو متر شبكات مياه جددناهم وبنينا 50 محطة مياه وشغالين صرف ومياه الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي بيدخل الكرة لأول مرة يعني حاجة يعني إنجاز إن الغاز الطبيعي بيدخل دخلنا في المرحلة الأولى غاز طبيعي لأربعة مليون وحدة سكنية والغاز الطبيعي شغال في وزارة الاتصالات بتشتغل بتزبط الاتصالات وبتزبط الكابلات الأوبتيك فايبر بتدخلها في الكرة انترنت فاك السرعة وهم شغالين في وزارة الكهرباء بتعزف سمفونية كمان إن هي بتغير بقى الكهرباء اللي كان بتقطع باستمرار دي بتغير بقى المحولات والكابلات وعادي التجديد بقى الكهرباء مستدامة في نفس الوقت هيئة الأبنية شغالة بتزود في مدارس وكسافة أو بتزود في المرحلة أقول لها في 15 ألف فاصل موجودين في نفس الوقت وزارة الصحة فيه مستشفيات وفيه وحدات صحية احنا بنغير حياة الكرة احنا معادش في حاجة اسمها كرة معادش في حاجة اسمها عشوائيات يعني كله هيبقى نفس الخدمة اللي موجودة في المدن هي اللي موجودة في الكرة هي اللي موجودة في العشوائيات تمام هنطلع محضراتكم مشاهدينا لفاصل ونرجع نكمل معاكم على أرض مصر عودة محضراتكم مشاهدينا على أرض مصر ولازلنا معكم ومبادرة حياة كريمة وخلينا نوضح للناس ما قبل حياة كريمة وما بعد حياة كريمة المواطن المصري اللي هو الهدف المستهدف من هذه المبادرة هو الحياة المواطن المصري يعني مشروع حياة كريمة يعني غير فكر ووعي المواطن المصري يعني فكر ووعي المواطن المصري قبل المشروع ده غير بعد المشروع ده فالمواطن المصري هنقولي ازاي الوعي يتغير والمواطن المصري دروا ايه يعني المواطن المصري الحقيقة يعني لما احنا كنا بدئين في مشروع حياة كريمة فطبعا حضرتك انت عارف اهل الشر ما بيسيبوش اي حاجة يعني هم طبعا بالقوة العسكرية يعني والارهاب لقوا خلاص ما فيش وسيلة فبدأوا بقى يدخلوا للمواطن الغالباء يشككو في كل حاجة ما كانش يلاقي يعني ما كانش يلاقي اللي ينصحوا او اللي وعيه او ما كانش شايف بانيه فالحقيقة المشاريع دي تغيرت من فكر ووعي المواطنين لانه هم شافوا انجازات شافوا مشاريع على ارض الواقع شافوا حكومة مصرية وقيادة سياسية مهتمة بيهم مش مهمشاهم زي الاول فحسوا ان فيه ترابط بين الدولة المصرية والمواطنين حسوا ان الدولة المصرية دا عمليهم فطبعا الوعي زاد الفكر عندهم زاد طبعا محاولات اهل الشر لان هم يعني يدمروا او يشوهوا من المشروع العظيم دا فشلت فشل عظيم لان الشعب المصري شعب وعي ومثقف وهو يشوف ويعرف ويسيبه بقى ينطلق فكرة استخدام كمان الشباب اللي موجود في كل هذه المحافظات اللي تم بالفعل تفعيل مبادرة حياة كريمة فيها وهم اللي بدأوا يشتغلوا باديهم يعني انا على حد معلوماتي ان المبادرة دي في كل محافظة المحافظات اللي دا قلت فيها كان اللي بيبنوا واللي بيساعدوا في هذا البناء هم ابناء هذه المحافظة الحقيقة ان المشروع العظيم زي ما قلت لحضرتك استهدف جميع فئات المجتمع المصري لأول مرة بنشوف جلسات حوار وطني في الكرة أهل الكرة والعشوائيات هم اللي بيختاروا المشاريع اللي عايزين بقول احنا محتاجين واحد اتنين تلاتة اربع دي حاجة هم بيشاركوا في بناء المشاريع والعمل في المشاريع هم العمالة المعدات من الكرة الشباب الجميل بيشتغل فرص عمل الشباب متطوع في مبادرة حياة كريمة بباله دور ان هو بيتابع المشاريع بينسق المشاريع لدور توعوي يعني جميع فئات المجتمع والشباب بيبنوا بيختاروا مشاريعهم وهم اللي بينفزوهم ازاي بيحافظوا عليها بعد كده وده المهم الاستمرارية الاستمرارية الاستدامة ايه بزبط ده شيء جميل هو كان مشكلتنا زمان كان مشكلتنا ان احنا نعمل حاجة كويسة قوي وبعدين ما فيش صيانة ولا فيه تشغيل الاهمال فده دور بقى يعني الشعب المصري ودورنا يعني القيادة السياسية عملت ما لا يعمل الحقيقة يعني المشروع العلامي ده نفزت يعني يعني بتطلع من المركز دولة بتطلع من المركز لوشامل الكرة والتوابة وكده ما بيسيبش في حاجة فدور الشعب المصري دور كبير المحافظة المحافظة على المشاريع فده يعني الدور ده لا يقل اهمية عن تنفيذ هذه المشاريع اكيد طبعا لان زي ما حديث قلت ان احنا بنعمل تنمية مستدامة يعني مفروض ان كل المشاريع هتعملت دي ان هي هتفضل مستمرة معنا الى ما شاء الله فلازم فعلا زي ما حاجة بتقول طيب الدور التوعاوي هنا بقى منوط بمين في الفترة اللي جاية دي التوعاوي منوط بيعني الاعلام منوط بمؤسسات دولة منوط بمجتمع المدني مؤسسات المجتمع المدني ونازل وشغال الشعب المصري نفسه لانه هو شايف يعني انا شفت على ارض الواقع مشاريع انا شايف المشاريع اللي كان نقصني بقى لسنين اتنفس فانا لازم احافظ عليه يعني انا مش بسمع انا مش بسمع عشان حد يجي وقول لي ده هيتعمل لك ومشهد ده موجود انا شايفه بعناي انا شايفه بعناي لا ده انا حافظ عليه الاستمراري ده مهم جدا يعني طيب خلينا نقول بقى الرسالة اللي حديك بتوجيها النهاردة سواء كان للأحزاب لان الأحزاب لازم نشوف ديهم برضو دور على الأرض احنا عندنا عدد كبير جدا من الأحزاب للمجتمع المدني ودوره للشباب اللي زي ما حقيقة قلت المفروض انوا في الفترة اللي جايزي ولا يحافظ على هذه المشروعات الحقيقة يعني جميع مؤسسات الدولة مؤسسات المجتمع المدني الأحزاب شغالة يعني قوب التابع ونزلة على أرض الواقع وبتعمل يعني زيارات ميدانية بتشجع بتدعم مؤسسات المجتمع المدني الحقيقة يعني كل فئات المجتمع وكل مؤسسة الدولة سواء الحكومية أو الخاصة أو مؤسسة المجتمع المدني أو الأحزاب لهم دور كبير شغالين وبنطلب منهم ان هم يكملوا الدور ده برضو طب رجال الأعمال بقى رجال الأعمال بالنسبة لإيه؟ رجال الأعمال دورهم في مشاركة يعني احنا بنتكلم ان احنا عايزين فرص عمل للشباب طب احنا عندنا رجال الأعمال لما بياخدوش الشباب وشغلوهم في في مبادرات من رجال الأعمال أو التعليم حتى يعني تعليم يعني وياخدوهم على مصانعهم مبادرات كتير في محافظات من رجال الأعمال بيعلنوا في المصانع أو الشركات بتاعتهم عن توفير فرص عمل وفعلا بوفروا فرص عمل وفعلا شباب بيشتغل جميل طب ايه الأحلام بقى اللي حك شايفها من خلال تعاملك المباشر مع المواطن المصري في كل المحافظات اللي انتو تجولتوا فيها من خلال مبادرة انت الحياة ايه الحلم اللي لسه موجود عند المصريين ومحتاجين ان احنا نحققه او نشتغل عليه في المرحلة اللي جاية وحضراتكم يعني سواء كمبادرة مجتمع مدني او رجال أعمال او أحزاب او مواطنين ممكن انتو تساهموا في انتو تحققوا هو الأحلام كتيرة لسه الحياة مع سيدة الرئيس الأحلام يعني مش هتوقف والابهار بالمشاريع القومية اللي العظيمة يعني مكملين فيها فاحنا يعني ان شاء الله رب العالمين مش هنوقف يعني مش هنوقف ان شاء الله لما نشوف أم الدنيا قد الدنيا ودي ان شاء الله دي هتبقى حقيقة لأن يعني احنا بنتكلم على مصر احنا بنتكلم على زي ما قاله العظماء ومنهم الراح العظيم البابا شنودة مصر ليست وطنا نعيش فيه بل وطنا نعيش فينا فاحنا بنتكلم عن يعني مصر يعني وطن الشهداء ومهد الحضارات نفس أحلامنا كتير المصر إن شاء الله تتحقق قريب إن شاء الله إن شاء الله رب العالمين مكملين نحافظ على البلد نحطها في عينينا لأن دي أمانة في عناقنا هيحسبنا عليها التاريخ وهنحاسب عليها أمام المولى عز وجل ربنا يحفظ مصر دايما يا رب العالمين بشكر حضرتك نورتنا يا دكتور شكرا للوقود شكرا جزيلا أفندي تواجه بالشكر مشاهديه للبكتور مهندس محمد جمع فرحات مدير أحد مشروعات حياة كليمة بمحافظة القليوبية شكرا لحضرتك المرة تانية بشكر حضرتكم بكرة إن شاء الله ملف جديد ننقشه معكم على أرض مصر